اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على ما حققته مملكة البحرين من نجاح متميز وحضور قوي في ريادة الاعمال على مختلف المستويات عكسه الاهتمام الذي اولته المملكة بتأسيسها لبيئة عمل متكاملة حاضنة للابداع ومحفزة على الابتكار تسهم في بناء اقتصاد مستدام قادر على جذب المزيد من الفرص بما يتمشى مع رؤى وتطلعات اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه واشار سموه الى ان ريادة الاعمال في المملكة تعد احدى المحاور المهمة في تنمية وتطوير مختلف القطاعات الحيوية بما يتوافق مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الاستدامة والتنفسية والعدالة ويصب في خدمة الاقتصاد الوطني واستمرارية العمل على زيادة قدرة ريادة الاعمال التنفسية بما يواكب الاقتصادات العالمية منوها سموه بالمبادرات التي قامت بها المملكة لتعزيز البيئة المحفزة على الابداع والابتكار واثرائها بمختلف الامكانات اللازمة والتشجيع على توليد الافكار المبتكرة والخلاقة بما يلبي التطلعات المنشودة وقال سموه ان ريادة الاعمال في مملكة البحرين تجسدت كانموذج فريد اسهم في تقديم حلول مبتكرة لتجارب رائدة وناجحة لتوسيع الانشطة الاقتصادية واتحت الفرص امام الشباب البحريني الطموح وموصلة وضع الخطط والبرامج الرامية الى الاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم في مختلف المجالات وخلق رواد اعمال ناجحين يسهمون في بناء ونماء الوطن وازدهاره معربا سموه عن اعتزازه بالمشاريع المبدعة التي قدمها رواد الاعمال البحرينيين وما حققوه من انجازات كبيرة على صعيد ريادة الاعمال والتي هي مبعث فخر للجميع جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم برعاية الحفل الختامي لنسخة الرابعة من جائزة البحرين لريادة الاعمال بتنظيم من صندوق العمل تمكين حيث تفضل سموه بتكريم ثمان مؤسسات بحرينية فائزة لهذا العام ضمن احدى وعشرين مؤسسة بحرينية متأهلة في مرحلة التصفيات النهائية للجائزة وهن أسموه الفائزين بالجائزة مشيدا لمساهمة جائزة البحرين لريادة الاعمال في التشجيع على الابتكار ودعم التنوع في القطاع الخاص وقد تم تكريم المؤسسات الفائزة بحسب نتائج لجنة التقييم العليا للجائزة ضمن المرحلة النهائية وذلك على النحو التالي منصة خدمات دكتوري الإلكترونية لرائد الاعمال أحمد عبد الحميد العوضي في فئة جائزة العام للمؤسسات متناهية الصغر شبرد ستوديو للتصاميم لكل من رواد الأعمال عبدالله بن هندي وراشد العريفي وأحمد المناعي في فئة جائزة العام للمؤسسات الناشئة لا لبيلا للمناسبات والأزهار لرائدة الأعمال نهل المحمود في فئة جائزة العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة شركة كلام تيليكوم لرائد الأعمال نزار الساعي في فئة جائزة العام للمؤسسات الوطنية ذات الطابع الدولي شركة أول فود للمواد الغذائية لرائد الأعمال محمد عبدالعال في فئة جائزة العام للمؤسسات ذات الأعمال المستدامة شركة كليفر بلاي لرائد الأعمال الشيخة لطيفة بنت محمد الخليفة في فئة جائزة العام لرائدة الأعمال المتميزة كما شهدت النسخة الرابعة من الجائزة تضمين فئة جديدة من الجوائز لتكريم الشخصيات الريادية العريقة ممن كان لهم بصمة مؤثرة وباع طويل في تطوير الاقتصاد المحلي وهي جائزة شخصية هذا العام لإنجازات العمر التي كانت من نصيب السيد فاروق يوسف المؤيد وجائزة العام للمؤسسات العالمية ذات الطابع البحريني والتي تهدف أيضا للاحتفاء بالدور الريادي للمؤسسات البحرينية العالمية التي تعكس الهوية والثقافة البحرينية في صناعاتها وعمالها التجارية حيث فازت بهذه الجائزة للمرة الأولى رائدة الأعمال رؤية صالح وذلك عن مؤسستها المتمثلة في مطعم فيلا ماماس وبهذه المناسبة أعرب معالي الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة تمكين عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على مبادرته في الاحتفاء برواد الأعمال وبالمشاريع الريادية المبتكرة في المملكة منوها بما يحظى به قطاع ريادة الأعمال من اهتمام ودعم من قيادة المملكة وما تمثله هذه الجائزة من تقدير وتشجيع للمؤسسات البحرينية والتأكيد على دورها في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة وأكد معالي في هذا السياق حرص صندوق العمل تمكين عبر منصاته المختلفة على احتضان رواد الأعمال وتشجيعهم في المضي قدما بمشاريعهم المبتكرة والفريدة والذي ينبثق من رؤية تمكين الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مملكة البحرين وأن هذا الاحتفاء يأتي ليعكس مدى الاعتزاز بما يقدمه أصحاب المشاريع البحرينية من إنجاز متميز على كافة الأصعدة الريادة والتميز والإبداع أهداف لم تألو مملكة البحرين جهدا لترسيخها ومن هذا المنطلق برزت جائزة البحرين لريادة الأعمال جائزة تهدف لتسليط الضوء على نجاح رواد ورائدات الأعمال البحرينيين وأدائهم المتميز كما وتشجع الجائزة الإبداع وتدعم الأفكار الرائدة والمشاريع الناجحة للفائزين تعزيزا لروح المبادرة والابتكار الملهم في جميع القطاعات من خلال تمكينهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية تماشيا مع رؤية مملكة البحرين ولتحقيق تلك الأهداف فقد وضعت قواعد راسخة تقوم على تطبيقها لجنة تحكيم مؤلفة من نخبة بارزة من الشخصيات البحرينية الريادية والخبراء الدوليين النسخة الرابعة من جائزة البحرين لريادة الأعمال انطلقت في شهر سبتمبر الماضي حيث بدأت بمرحلة التقديم واستلام طلبات المشاركة ومن ثم مرحلة النصف النهائي والتي اجتملت على لقاءات بين المؤسسات المشاركة واللجنة الفنية للجائزة تتبعها المرحلة النهائية للتقييم وتعتبر جائزة البحرين لريادة الأعمال الجائزة البحرينية الأولى في مجالها حيث حرصت منذ تدشينها في العام الفين وخمسة عشر على الاحتفاء بنجاحات رواد الأعمال البحرينيين وتسليط الضوء على إنجازاتهم محليا وإقليميا والتي تصب في صالح تطوير الاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر